تعود قضية مختطفين ناحية الصقلاوية شمالي الفلوجة الى الواجهة فبالامس القريب اخفي المئات من رجالها وتحديدا عند اعلان قوات الحكومية استعادة السيطرة على الفلوجة في حزيران عام 2016 عام ونصف العام ولا يعرف مصير اكثر من 600 رجل خطفوا على يد ميليشيا الحشد التي لم تتدخر وقتا في ارتكاب العديد من الانتهاكات ضد سكان الفلوجة بشهادة برلمانيين ومنظمات حقوقية اممية رئيس لجنة الهجرة والمهجرين رعد الدهلقي قال ان هناك 600 مختطف على الاقل من محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالا لم يطلق سراحهم الى الان واشار الى وجودها اولاء المختطفين في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل وهو ما يعزز فرضية وجود مخطوفي الصقلاوية في احد سجون ميليشيا الحشد فرضية يعززها تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهم في وقت سابق ميليشيا حزب الله في العراق بالوقوف وراء اختطاف 600 مدني من سكان الصقلاوية الا ان حكومة العبادي ماضية في محاولاتها للتغطية على انتهاكات الميليشيات وجرائمها الموثقة في العراق اخر هذه المحاولات هي نفي العبادي حادثة الخطف الجماعي واتهامه ذوي المخطوفين بالتلفيق اللجنة اي مكان تشك فيه في وقتها او لديها معلومات لوجود قد ناس متفونين او غيرها بسرعة يذهبون الى بكل الدعم القوات الامنية وقيادة العمليات في تلك المنطقة واللي قامت ايضا بالبحث صارت ادعاء كثيرة بحثة صراحة ملك ومقابر مقابر من هالنوع اللي تم ادعاء بهذا الحجم لم يلقوها بس يفقى اكوا شهادات لناس يدعون انه ابناؤهم تم فقدهم الوحيدة يمكن هي تم تثبيتها اللي هي جريمة قتل 17 من المدنيين اما اهالي مختطفي الصقلاوية فما زالوا متخوفين من تقديم دعاوى الى المحاكم بحق الخاطفين خشية تعرضهم لعمليات انتقامية بحسب ما المحت له النائبة عن محافظة الانبار غاد الشماري لكن المفارقة هي ان المئات من اهالي المختطفين انفسهم نظموا في حزيران الماضي وقفة احتجاجية طالبوا فيها الحكومة بالكشف عن مصير ابنائهم المختطفين ما يضع علامات استفهام اخرى حول حقيقة تخوف الاهالي وتراجعهم عن مطلبهم بمعرفة مصير ابنائهم